السلام عليكم و أهلاً فيكم في فيديو جديد الفيديو هذا سيكون عن أعظم جهاز قبل نزلته جميع المواصلات اللي فيه اللي هو الايفون 12 و برو ماكس رح أتكلم لكم عن انطباعي له فتوقع رفيو يكفي حين الاستخدام من الجهاز وانطباعي له كبطارية كأستخدام و الأشياء ذي كاله كبداية الكاميرات الكاميرات من أفضل الكاميرات الموجودة يعني خيارات الايفون 12 كلها ممتاز الكاميرات حقتها لكن إذا كنت أنت محترف تصوير فيديو و محترف تصوير فوتوغراف برضو تحسس تصوير الليلي فما عندك للايفون 12 برو ماكس ما لك يعني بالجهزة اللي تحت إذا أنت هاوي خفيف كذا تقدر تاخذ الايفون 12 برو أوكي ممتاز خاصة بالدول بي فيجين في الايفونات 12 برو و 12 برو ماكس يصورون لك إلى 60 فريم أما الايفونات الثانية 12 و 12 ميني يصورون لك 30 فريم ما توقعنا في فرق لكن محترفين رح يحتاجون للشيء كيف يفهمهم في استخدامه كبطارية ممتازة البطارية ممتازة يعني أمس أو أول أمس طبعا الفيديو راح تشوفونا انتو إذا قلت لكم أمس في الفيديو يعتبر قبل 4 يام و 5 أيام لان ما راح نزل المتأخر فوقت مشاهدتكم الفيديو سأنتقل على الايفون 12 ميني لثلاثة أيام تقريبا في الـ 12 ميني فالآن بطارية في الايفون 12 برو ماكس أعطاني ممتاز يعني أقريب 24 ساعة استخدامي كان له خمس ساعة ونص متواصلة والسكرين أوف جهاز طافي بـ 8-30 دقيقة فيعتبر حلو جهاز كنت شاحنة تقريبا ثلاث العصر ووصلت إلى اليوم الثاني بعدها بساعة برضو يعني أعطاني تقريبا 25 ساعة في الاستخدام وأكتر من يوم خمس ساعات ونص فيعتبر ممتاز وباقي في بطارية 22 لكن اليوم طبعا كل يوم يختلف الاستخدام حقيان له اليوم إلى الآن باقي على 24 ساعة تقريبا ثلاث ساعات علشان نكمل 14 ساعة استخدامي الجهاز لكن الآن استخدمت اليوم 6 ساعات و 49 دقيقة مثل ما تشوفون فالآن بطارية باقي فيها 30% راح تحطيني أكتر يعني أتوقع أنه راح نخش على 8 ساعات 9 ساعات بالراحة فالبطارية ممتازة ده تتوقع أن الآيفون 11 برو مايكس راح يكون أفضل من هذا يعتبر متساوين إلا إذا كنت شقلت الفايف جي هنا طبعا الفايف جي معروف أن راح تهلك الجهاز أنا لا قدر أغرر لكم الفايف جي مع أني أنا الأشياء اللي أشقلها جميع الميزات اللي في الجهاز شغالة ما أطف في أي شيء كل شيء شغال مثل ما نشوف فالإنترنت والويرلس شغال والبلوتوث والإيردروب شغال فانطباعي لحق الاستخدام اللي أستخدمه كذا أنا لو استخدم الفايف جي مثلا أطلع بره وأستخدم الفايف جي الجهاز راح يسخن لكن الجو عندنا بارد فانطباعي الفايف جي لو أوركم ما راح يكون نفس انطباعي شخص ثاني في دول خليج راح يسخن الجهاز والجو هناك مش بارد كثير هنا بسالب عشرين عادي بالراحة فالجهاز ما راح يقول لك ساخن راح يطف الجهاز عليه يقول لك دفة حتى منك مشكل الفايف جي فما راح أكلكم كثير على الفايف جي هنا الشاشة ممتازة أبل صوت حركة حلوة عجبتني أنا كنت السونات اللي راحت قمت أتكلم أن أبل ليش ليفونات قريبة من بعض ليش ليفون 10R فرق بينه خفيف بينه وبين ليفون 10S وال10S ماكس برضو فرق خفيف بينه وبين ليفون 10R تحسن جايين متدرجين بتدرج خفيف في الحجم لكن الآن تكلمت يعني قلت لنا ليش أبل مسوي كده حالاتها أبل تسوي جهاز الآيفون الكبير تكبر مرة برضو أكبر ليفون صغير تسقره برضو علشان يصير فيه فرق الإنسان اللي يريد صغير خلاص عندك جهاز صغير متوسط الجهاز متوسط موجود كبير هذا الجهاز أكبر اللي موجود فتسير فيه فرغات هذا اللي سنسواتها أبل هنا لكن حسنا اللمت لآيفون 12 Pro لآيفون 12 Pro حسنا جالس في مكان مدري كيف أنا بالنسبة لي مبيعات الرلاحة تكون لآيفون 12 mini لآيفون 12 هذا الأكثر مبيعات بطارية ممتازة بكاميرات ممتازين أكثر الأشخاص اللي راح يشترون لآيفون 12 و12 Pro Max لأشخاص اللي يبون تابلت على شكل آيفون أتوقع أن قبل بالآيفون 12 Pro Max اقتلت الآيباد مني أتوقع أنا ما أتوقع أن شخص قاعد يستخدم الآيفون 12 Pro Max ويستخدم لآيباد مني أتوقع هذا يكفي حجمه كبير راح أتكلم لكم عن الحواف الحواف كشكل حلو كمسكة حلوة لكن بعد خمس دقائق ست دقائق من استخدامك بدون غلاف أنا بالنسبة لي أستخدم جهاز كثير بدون غلاف يقلم بالنسبة لي أنا مسكة الإيد الحواف تألم في الأصابع فلازم تضع كيس هذه الشيء اللي مش عجبني الشكل أفضل هنا من اللايفونات القديمة لكن اللايفونات القديمة 11 والجهزة القديمة اللي يكون فيها كيرف اللي هنا موجود مريحة في مسكة اليد هذا انطباعي وهذا الشيء لأنا يعني أتكلم يجي شخص يقول لا هذا كل شيء على حسب أنت وستخدامك على حسب بدلاًا راح أقول لكم الآن إن اللايفون 12 Pro Max كبير مرة يجي شخص يقول لك لا ممتاز عنده على حسب إيدك أنا بالنسبة لي إيدي متوسطة يعني عادي فجهاز بالنسبة لي مستحيل أقدر أستخدمه بإيد واحدة يمكن إذا حطيت غلاف مثلا أو البوب اللي يركبونها بعض الأشخاص يمكن يقدر تستخدم لكن الجهاز كبير كبير مرة الأشخاص اللي عندهم اللايفون 11 Pro Max والشاشة حلوة عندهم كبير عجبتهم الأحجام الكبيرة فيأخذون 12 Pro Max راح تكون برضه أكبر 0.2 إنش لكن أكبر البطارية مثل ما قلت لكم ممتازة 5G ممتاز اللي فيه 5G إلا أشخاص اللي بيحبون 5G كثير بالنسبة لي أنا أوكي فيه 5G استخدمت استخدمت خفيف وطلعت ما راح أرفع وانتيرة فيه أو شيء ملفات كبيرة فيه ترنت الشقة اللي عندي ممتاز لكن حركة حلوة بسوّت أشياء كثيرة في الايفون 12 Pro Max خصوصا في الكاميرات وجميع الكاميرات راح تصور لكم بالديب فيوجن جميع الكاميرات راح تصور لكم التصوير الليلي والتصوير الليلي ممتاز راح تشوهم فيديوهات قدام راح نقارن فيها الايفون 12 Pro Max والايفون 12 Mini 12 Mini نفس كاميرا تتكملت الايفون 12 العادية فيعتبر إذا كنت تريد تشتري لتولف العادية ولا تولف مني راح تشعرون مقرنطين نفس الشيء هنا أعطي ستب ثاني تصوير هنا ومانعة الاتزاز اللي هنا ممتاز في تصوير الفيديو هنا مش لنفس العدسة اللي تصير مانع احتزاز هنا لا السنسر نفسه مانع احتزاز فهلا هنا مانع احتزاز شوي ستب قدام نفس كاميرا الدي اس الار انه يكون نفس السنسر اللي يصير مانع احتزاز فهذا اللي سوته هنا فمثل ما قلت لكم الجهاز جبار الجهاز أفضل جوال ايفون نازل في السوق خصوصا من المغانرة بالايفونات تولف الموجودة لكن الميزات اللي بتوكم هنا مش كل الاشخاص راح يحتاجونها اكثر الاشخاص راح يحتاجون اللي ايفون تولف العادي وهو الجهاز اللي راح يمشي هذا جبار الشيء اللي ما عجبني مثل ما قلت لكم الشكل الشكل حلو لكن في مسكة الشكل الاستخدام مش عجبني واللمعة اللي موجودة هنا لو اني اصوي كاستوم الحق الايفون فاني راح اخذ اللون الطافي اللي راح يكون هنا في الجنب من اللي ايفونات التولف و تولف بني وحطها هنا و خلي هذا الطافي اللي في الورا لان البصمات اللي راح تجيك هنا طبعا كثيرا شخص راح يحطون غلاف و خلاص ينسى كل شيء لكن هنا كاستخدامي كذا بدون كل شيء راح تنضف لما عقزاز لما تشوف اللمعة حقها كيف فهذا الشيء اللي مش عجبني سايني ستيل الشيء اللي تبقي انت بتشتري الشيء لازم لكن لو قبل تخلي مثلا سايني ستيل طافي بيكون أفضل بس هذا كل شيء هذا كل المواصبات الحق الآيفون الثول في برو ميكس جهاز جبار جهاز ممتاز بطارية تقارن بالآيفون 11 برو ميكس و11 برو ميكس مقارنته بالأجهزة الثانية ممتازة جدا يعني لو بتقارن على ذاك الوقت الجالكسي نوت 10 بلس أفضل من معنا الجالكسي نوت 10 بلس تقريبا 500 ملي أمبير أكثر من الآيفون 11 برو ميكس لكن اللي برو ميكس يعطيك وقت أكثر من جالكسي نوت 10 بلس هنا ممتاز يقارن بالآيفون 11 برو ميكس إذا طفيت 5G تشغلت 5G رح تنقص عليك ساعة ساعة وشوي لكن كحجب بطارية أصغر لكن مشكل شيء بطارية جهاز جديد السنة هذه معالج ما يستهلك بطارية أكثر في تناسق أفضل في الجهاز بينه بالآيفون 11 وكل سنة يكون كذا يعني صرفية البطارية مش بس حجم البطارية عشان صرفية البطارية لا وكيف موارد الجهاز واستخدام لكل الجهاز فلا تقارن أرقام قارن استخدام استخدام 10 على 10 بس ففي نهاية الفيديو تنسونا اشتراك في الغناة واشتراك في حساب سناب شات شريف وضباتكم وعمل لي كل مقطع من اشار المقطع وانتظروني بكرة في المقارنة اللي فون 12 mini السلام عليكم